لمعرفة التطورات الميدانية ينضم لنا من حلب الناشطة الإعلامي بهاء الحلب أهلا ومرحبا بك بهاء بهاء يعني مع هذه الهدنة المترنحة إلى حد ما هناك حديث عن خروقات تم تسجيلها اليوم في حلب هل لا أطلعتنا على المزيد من التفاصيل؟ أهلا وسهلا بك سيد محمد بحقيقة في الأيام السابقة كان هناك قصف ولكن ليس بالكثافة التي تعرضت لها الأحياء اليوم يوم أكثر من عشر غارات حتى اللحظة سقطت على الأحياء السكنية من الطائرات الحربية وعلى ما يبدو بأنها روسية حيث سادفت أربعة أحياء منها أو هي الشيخ خضر وأيضا الصخور والشعار وكرم الجبل وهناك حتى اللحظة شهيدة والعديد من الإصابات معظمهم من الأطفال المشهد الدموي عاد إلى الأحياء المعاصرة المشهد المأساوي عادت معه مأساة كبيرة في داخل الأحياء لا ندري إذا كان هناك حالات حارجة من الجرحة فإذا كان هناك حالات حارجة فالأطباء لا يستطيعون أبدا معالجتها أو تقديم لها أي شيء فهم عاجدون عن تقديم أي شيء لهذه الحالات من الجرحة في السابق كانت تلسى إلى المشافئة التركية الآن لا يستطيع أرسالها خارج حلب فلا يوجد طريق إنساني أبدا لإخراج أي جريح الوضع الطبي في حلب مأساوي الوضع الإنساني بشكل عام مأساوي نتحدث عن مدينة ضخمة محاصرة من الميليشيات الطرفية فيها أكثر من أربعمائة ألف نسمة فيها نقص كبير في المواد الغزائية نقص كبير في الغزار نقص كبير في الدماء في كل الأصعادة كيف يتابع أهالي حلب الأخبار من الحدود السورية التركية هم محاصرون وينتظرون دخول المساعدات إليهم لتفك هذا الحصار إلى حد ما ومنذ أيام القافلة أو شاحنات المساعدات تقف على الحدود كيف يتابعون هذه الأخبار؟ ماذا يقولون؟ يعني صراحة لا يتقون أبدا بالأمم المتحدة ولا حتى روسيا أو أميركا لا يتقون بهم أبدا لأنهم دائما يكون هناك أقوال 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 فهذا الشعب في داخل حلب المحاصرة يأيس منهم ويأيس من كذبهم فأخصوصا روسيا هي مجرمة وتقتلهم فهم لا يتقون بها من الأساس وأما بالنسبة للأمم المتحدة قالوا بأنها شريكة في حصارهم يعني منذ الحصار الأول على حلب يقولون بأن سندخل مساعدات أكثر من شهرين ومساعدات عالقة على الحدود ولا تدخل إلى لحية المحاصرة صراحة خرجوا مظاهرات أهالي حلب قالوا فيها لم نعود ريد مساعدات بل حثوا الثوار على أن يقوموا بعمل عسكري لطرد الميشات الطائفية من إحدى الطرق الإمداد ويكون لهم طريق حر لهم وطريق لنقلوا منه الجرحى ويدخلوا إليه ما يحتاجون من الموضع الزائية أو ما شابه فهذا هو الشعب في حلب صراحة يأيس من النمو المتحدة ولا يتق بها أبدا نعم الناشط الألامي كنت معنا مباشرة من حلب أشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر